إحسان بي عن لوش صحفية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت مسيرتها على يوتيوب سنة 2015 والآن تعد من أشهر المؤثرين الاجتماعيين في العالم العربي حيث وصل عدد متابعيها على الإنستغرام لأزيد من مليون وتسعمائة ألف متابع ولكن المميز في حسابها هو ما تقدمه من محتوى هادف جعلها قدوة للكثير من الشباب حيث اختارت أن تكون منصتها صوتا للقضايا الإنسانية كما واختارها مركز الشباب العربي كواحدة من مئة رائد من الشباب العرب لسنة 2018 في القمة العالمية للحكومات وكانت من القادة الخمسة في حملة أناتومي أف أكشن مع اليو أن انفيرومنت حياة الله وشرفتين اليوم إحسان شرفني شكرا لك جزيلا نبتهال على هذه الاستضافة الحلوة صباح الخير ربا يخليك أنت بدايتتش كانت في سنة 2018 ولكن مثل ما نعرف بدايتتش كانت على منصة يوتيوب واخترتي لغة العربية الفصحة كلغة التواصل مع المتابعين ومن ثم قررتي حذف هذا الحساب على يوتيوب والاتجاه إلى حساب آخر تتحدثين فيه باللهجة المغربية شو السبب؟ أول حاجة أنا بدايتي كانت قبل سنة 2018 أنا بدايتي كانت في 2015-2014 صحيح هنا كنت فتحت قناة على اليوتيوب وكنت في البداية كانت تكلم باللغة العربية الفصحة ولكن كان دائما ذلك المشكلة لدي الناس ما عارفينش أنا منين بالضبط أنا مثلا جنسيتي منين وكذا فبعدها غلقت لك القناة كان اسمها إحسان بنال وعملت واحدة قناة واحدة أخرى على اليوتيوب كانت تكلم بها بالدارجة المغربية هي الآن موجودة حاليا فعلاش تكلمت بالدارجة لأن كما اللهجات الأخرى وصلت في صدر العالم كل شيء يفهم لهجات العربية خصوصا نحن من خلال مشاهدتنا الأفلام البرامج كذا هكذا الطورات ولا تعرفات اللهجات فكنشوف أن حتى اللهجة المغربية جزائرية تنسية يعني المغاربية تستحق أن تعرف يستحقوا الناس هم يعرفوها ويتعلموها مثلها مثل باقي اللهجات فكانت هذه المبادرة هي اللي خلاتني أكثر أني ندير فيديوهات بالدارجة المغربية هل يعني لاحظت أن عندما تحولت إلى اللهجة المغربية المشاهدين أو المتابعين تواصلوا معك بطريقة شخصية أكثر أو حبوت بطريقة شخصية أكثر أم أنه يعني كان في صالحة أم لا شوف مجموعة من الناس كيعتبروا أن مثلاً اللي تكلمتي باللغة العربية الفصحة هو الصناع هو ليس شخصيتك الحقيقية لكن لا أنا كتعجبني اللغة العربية الفصحة ومن دائماً كتعجبني ولكن كنقول أن بإمكاننا نوصلوا رسائل بلهجتنا وكذلك بإمكاننا نوصلوها بلغة عربية فصحة فلهجة المغربية قربتني لناس أكثر وصدقني لو قلت لك مجموعة من الناس من البداية حتى الآن كيفاش مثلاً تغييرت تعليقاتهم مسألة يكتبولك مثلاً إحسان ما عم نفهم شي ولا ما بنفهم شي ولا فالأخير كيبقوا يستجبوا يتجاوبوا معاك في الفيديو يتكلموا معاك وكأنهم فهمين الفيديو كله فهي كيفما في البداية أيتعلموها شوية بشوية مع الاستمرارية مع الاستماع الكثير مع التعاود غادي يتعلموها بمناسبة حديثة إحسان عن التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هل في بدايتك يعني واجهتي انتقادات سلبية وكيف أنت قدرت أنت اتواجهين وتطورين من نفسك شوف أكيد التعليقات السلبية هي واحد السلاح اللي غادي يتعرض لأي شخص دخل هذا الميدان وكنتظن لكل ميادين غي هو التعليقات السلبية في الميادين الأخرى كتكون صامتة ولكن فساة التواصل الاجتماعي في الإعلام كتتعطاليها فرصة باش أنها تظهر أكيد وخصوصا كوني مثلا مرأة ولا كوني كنصافر ولا كوني كيقولوا لي لا ما تعمليش هكذا ما هو كل واحد عارف حدود الاحترام عنده ومثلا أنا كنقول إذا كنشوف راسي ما عملاش حتى شي حاجة غلط وتربية والدية فق كل شي وعندي حدود ما خصنيش أني نجاوزها صافي يعني أنا هكذا كنفكر فمعنا الناس مع الوقت كي تغير تفكيرهم فكيقول لي ويتجاوبوا معك كتر وبحرق طريقة إيجابية أكثر طريقة إيجابية أكثر يوم كيفهموك كتر فتعليقات السلبية خلاتني أنني تقوى شخصيتي مزيان خلاتني أنني نتعلم كيفاش حتى أنا فنرد كيفاش نرد على الناس كيفاش ما نخسرش صحتي وبالعكس تلك تعليقات السلبية نرجعهم حاجة إيجابية في حياتي باش مثلا نطور الأحسن ولا نطور من المحتوى الأحسن والحمد لله هكذا كيفاش كيف تردين على هذه التعليقات شو تعلمتي شوف شحال هذه كنت كنرد وكان قلبي كي يضرني كنقول علاش كيسبوني ولا كذا وأنا ما نستحقش هاد شيء كأي شخص عارف رأسه أنا مش عامل شيء غلط فمن بعد وليت كنقول وكأنك مثلا يوم سافرت بلدان مختلفة وكنت كنسمع لغات مختلفة فكنحس أنا مش فاهم شنوك يقوله فقلت هكذا نشوف تعليقات سلبية أنا مش فاهمة وهم ما كيتكلمش معايا في يوم كتخلي النفسية ديالك من الداخل والروح ديالك ما يتستيقش بأن ديك شيء عليك لأنه هو مش حقيقي هو أقوال الناس وأقوال الناس ما عنداش علاقة بحقيقة كنتي كشخص صحيح إذن يكون لديك سلام داخلي أكيد وقناعة ما كنش واحد في العالم كيعرفق قد نفسك ورب العالمين يعني ولا واحد في العالم ممكن أنه ولا عنده الحق أنه يتكلم عليك بسوء ولا يعمل نفسه أنه هو داخل نفسي ديالك ولا كيحس بيك ولكده فذلك شيء عليش أنا كنت دائماً كنقول هذي الكلام مش موجه ليا ليش قررتي يعني تدخلين هالمجال مواقع تواصل اجتماعي أنا من اللي كنت صغيرة كان ديما ذلك الحلم ديالي الكبير أني نكون إعلامية ونكون في ميدان ديالة تلفازة ونقدم أفكار ونتكلم ونعطيه حتى أنا أرائي في مواضيع مختلفة خصوصاً اللي عندها علاقة هكذا بالشباب وصوت الشباب وصوت المرأة وكذا نعم فكنت أنا من صغيرة وكنت خجولة جداً فكان باش أنني ندخل هذي الميدان وبهذا الخجل كان مستحيل لأن أنت عارفة ميدان الإعلام خصو جرأة خصو شخصية قوية فدخلت اليوتيوب ويوم دخلت اليوتيوب الناس كانوا يشوفوني شخصية مصطنعة لأنني يا دوب دك الكلام كيخرج وأنا كوني كان نرتاشف من الداخل وحتى واحد محاستي من الداخل فكان كيبان لهم وكأنني مصطنعة لكنه في الحقيقة أنا من الداخل ما علم بي غرب بالعالم فهكذا يوتيوب خلاتني نتقرب كتر للمجال الإعلام وخلاتني نوصل أفكاري بلا من استعمل تلفازة يعني كينين منصات أخرى لها وسائل تواصل الشيماية باش أنك توصل لأفكارك أكيد إحسان الحين شفنا وصلتي من أكثر الأشخاص المؤثرين في العالم العربي ودوم عندك هدف اللي هو توصيل صوت الشباب وتغيير صورة العالم عن العرب والمسلمين والحين أنت تواجدتي في هذا الأسبوع في دولة الإمارات شو كان سبب تواجدتك؟ سبب تواجدي في أسبوع عبوضة بالاستدامة بالضبط أنا كنت مشاركة في الحملة ديال نحن ملتزمون فكان من دوري أني نشر مثلا المسئولية أو نشر التزامة بالحفاظ على الموارد اللي عندنا بالحفاظ على المياه بالحفاظ على الطاقة بالتوعية فكما أنا نلتزم خاصني نرسل رسالة للناس الآخرين باش حتى هما أنهم يلتزموا وأنهم يفكروا بوعي أكبر في هذه المسائل لأننا نحن الآن نعيش وعندنا مياه وعندنا كل شيء ولكن بعد خمسين سنة ثلاثين سنة واش نتأكدين أن كل شيء غيبقى عندنا الأجيال المستقبلية ولادنا وحفادنا واشحنا وصلنا لهم ولا وصلناهم المكان ليهما يستحقوه كما جدودنا ناضلوا وعملوا كل شيء باش أنانا نعيشوا في سلام وكذا ولا لا ولا غنضمروا لهم في حياتهم فكلما كنفكروا بهذا الطريقة وكنوصل رسالتي بهذا الطريقة بأننا خصنا فعلا نوعى وخصنا ننوضو نفكروا بوعي أكبر كلما الرسالة كتوصل فهذا هو سبب مجيء الأسبوع عبوضة بالاستدامة لأنني مشاركة في حملة نحن متزمون حملة رائعة وشكرا لزيادة توعية عن هذا الموضوع الموضوع جدا مهم ووضوع الاستدامة وأيضا تواجدتي في الكثير من المنتديات الكثير من الفعاليات في دولة الإمارات خبرين أكثر عن هذه المشاركة وكيف كان دورها في إيصال هذا الصوت وهذه القضايا إلى الشباب أنا في البداية أول مشاركتي في دولة الإمارات كانت مع القيادات الإعلامية العربية الشابة فكانت كان واحد برنامج تعلمت منه مجموعة من الأمور فيما يخص الإعلام وكنا نحن مئة شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم العربي من 19 دولة عربية وأنا كنت الوحيدة اللي من المغرب والدفعة الأولى فأول حاجة مسألة أن الجنسيات يكونوا مع بعضياتهم ويكون ذلك الحوار وتنوع الثقافي وتكون ذلك المحبة بناتنا خلاتني أنني نوع أكثر وأنا نفتح عيني على الجنسيات وأنا نغير مسألة الصورة النمطية أنت عارفة صورة نمطية موجودة على كل بلد ولكن الصورة النمطية هي تخص فقط واحدة في أجل ألف شخص لكن مثلا أنا كنقول أي شخص كيقول شيء سيء على المغرب ما هو إحنا أربعين مليون نسمة يعني اللي كيقول على ألف شخص معناته هذوك أشخاص سيئين ممكن لقوهم في كل دولة في العالم مستحيل تكون مثلا صفة نربطوها لدولة معينة فأنا هدشي اللي خلاني مثلا أكثر أن نتعرف على جنسيات مختلفة فتجربة القيادات كانت جدا رائعة تجربة كنت كذلك من بين رواد الشباب المئة كانت في القيمة العالمية للحكومات نفس الشي مجموعة من الجنسيات مئة شخص وهذه الجمعات كيخليونا أننا كل واحد هو من بلاد مختلفة من بلاد مختلفة فيمكن جمعه كلنا وكل واحد كيعطي فكرة نبدع فأنا كنت منها يعني هذ المنتديات يكتروا كتر ويكون فيه جامعة لجميع الجنسيات باش يكون إبداع أكثر للشباب العربي أكيد ومثل ما نشوف أنا دولة الإمارات يعني عندنا وزارة الشباب دائما تدعم الشباب تدعم أفكارهم الإبداع الإبتكار فهل إحسان يعني وجدتي أنا هناك فرص للشباب لازم نعرف عنها للوطن العربي وللعالم ما هي الفرص اللي موجودة هنا التي لازم نركز عليها أكثر أو لازم نوعي عنها أكثر شوف أي حاجة فيها فهم للشباب التقرب للشباب هي وإعطاء فرص للشباب هذه أكثر حاجة لازم العالم يعرفها أنا كنت منها كل بلد عربي يعمل مثل هذه الملتقيات ويجمع ناس من مختلف أنحاء العالم ومش فقط يعني العالم العربي لا من مختلف أنحاء العالم يعني كيفما كانوا صينيين أفريقيين كلهم يجمعوهم ويكونوا واحد الحاجة واحد الكونيكشن بيناتهم واحد التواصل ويخليوهم أنهم يعطيوا شي حاجة ولا يصنعوا شي حاجة فأنا دائما لما أسأل المتابعين عندي شنو محتاجين كيقول لك محتاجين ناس يسمعونا محتاجين أننا الناس يشوفوا فينا كأشخاص مسؤولين مش فقط طيشين الشباب مش طيشين الشباب مسؤولين حتى هموا واعيين ويجب فقط أن تعطاهم الفرصة في المكان المناسب مناسب نعم استثمار هذه القدرات يعني توفير المنصات المناسبة للشباب ولهذا الجيل شكرا جزيلا تواجدت شويانا أحسان اليوم شرفتين وأنا تشرفت بكم بزاف وكنشكركم مرة أخرى على الاستضافة أكيد ونحن كنا سعيدين بتواجدت شويانا ومستمرين مع مشاهدينا ولكن بعد الفصل